قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بأمن إسرائيل وأنه سيعمل مع حكومة إسرائيل الجديدة بعد أن أنهى البرلمان الإسرائيلي حقبة بن يمين نتنياهو والتي استمرت 12 عاماً وأضاف بايدن أنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لتعزيز كافة أوجه العلاقات الوثيقة والدائمة بين البلدين